من الأجداد إلى الآباء ومنهم إلى الأبناء تنتقل حرفة صناعة العود التونسي في عائلة بلاصفر فالأبو محمد الهادي هو مؤسس أول ورشة لصناعة الآلات الموسيقية في تونس بداية العشرينيات من القرن المنصر أنا أخذت على الورد أخذت عام وقتي بدينا صغار من عام 58 منزلنا في المدرس عام 64 مشيت صناعة التقليدية في التعليم أملي عمري عشرين سنوات وأنا في التعليم الآن أشوف جيل بعد جيل وكل شيء أقدم واحد في التعليم في صناعة الآلات الموسيقية واليوم يأتي الدور على الابن ليكمل ما بدأه الأب برغم دراسته العلمية البعيدة عن ذلك المجال حفاظا على حرفة باتت مهددة بالتلاشي والانقراض تعدم على أصابع الليد الوحدة الناس اللي ملمة بالميدان هذي وتلقى روحك غرام أنه حاجة ورثتها وما تعرف سرها كان أنت بالطبيعة تواوليت تتدرس في التعليم العالي في تونس والتفاهم شعبة صناعة الآلات الموسيقية مربوطة بالمعهد العالي الموسيقى في تونس معنى فما ناس تتخرج في صناعة الآلات أما الفرق بينك وبينهم أنه تكون أنت الحكاية موروث معنى تكون فما حاجات تعرفهم من صغرك الصناعة اليدوية للآلات الموسيقية باتت حرفة نادرة ليس في تونس وحدها إلا أنها تعد معلما من معالم التراث الثقافي في المجتمع التونسي موسيقى 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 موسيقى